طعبة تسئل فيه هو ازاي اقدر انسى حد انا بحبه او حد شخص انا بحبه خلاص مش قادرة يعني سبنا بعض لأي سبب من الاسباب ومش هنكمل مع بعض ازاي نقدر ان انا انسىه واشيله من الدماغي وابلاش نقعد نسأل عن الشخص ده بلاش نقعد نسأل نشوف اخباره بلاش نفضل نقول طب هو عامل ايه طب اخباره ايه فدي نقطة مهمة جدا جدا ما اعتقدش ان هي حاجة كويسة خالص ان انت تعد تسأل عنه الاشخاص المشتركة ما بينكم يبقى رقم واحد اي حاجة تفكرني بيه تتمسح صور محادثات واتساب فيسبوك صور حتى عادية اي حاجة من الحاجات دي خلاص تلغي خالص لانا كل ما ما شوفها هفتكره الكونفرزيشن بتاعت الواتساب كل ما عدي عليها هفتكره فخلاص الحاجات دي انا مش عايزة هفتكره فعايزة تناساه فيبعد عني ان دايما كل ما الحاجة تظهر قدامي كل ما هفتكره اكتر ده رقم واحد رقم اتنين زي ما قلتلكو ان انا رقم اتنين زي ما قلتلكو بلاش ان انا اخرج معاهم بلاش اظهر معاهم لان هو كل ما بشوفهم هفتكره برضو هفتكر ذكرياتي معايا في اي حد مشترك ابعد عنه خالص تلت نقطة ودي نقطة مهمة جدا هي حتة التواصل الاتماعي انا زي ما قلتلكو قبل كده حتى عملت فيديو مبارح عن موضوع البلوك يعني انا ضد ان انت تعمل لحد انت كنت مرتبط بي او بتحبه البلوك انا مش مع مدرسة البلوك دي خالص يعني ملاش بلوك الا ازه هو عمل لك بلوك حتى خلاص هو عمل لك بلوك هو حر اما انا ضد البلوكات دي خالص اوكي بس انا شايفة ان انت تكون يعني تشوف البوستات بتاعتو لو انت عمله فولو حاول انت تعمل له انفولو اه يعني خليها already friend عندك او حاجة زي كده بس خلاص يعني لو انت عايز ترجع له سيبه لو مش عايز ترجع له استنى هو اللي ياخد الخطوة الاولى دي انا ضد ان انت اللي تمسحه يعني خليك دايما ضفعه لو فيه امل ان انت ترجعه لبعض او يبقى فيه علاقة ما بينكم ما بين بعض بلاش انت اللي تشيله من على السوشيل ميديا بس خليك سايلنت لما ينزل بوست متعملش لايك متعملش كومنتس متبايبانش ان انت مشوفش بتاعتم بلاش يا جماعة كل شوية بحصل عشان عمر عشان مش حاجة اعملوكو ازعاج عشان الناس عملت اشتكي من عمر فبلاش نقطة مهمة جدا زي ما قلت تماله لاكس بتاعتم ما تشوفش الستوريز اصلا اني مش هتبقى حاجة حلوة ان انت تشوف الستوريز بتاعته انا مش عايز ايبان ان انت يستيل كمات التهم الاماكن اللي كنت بتخرج فيها انت عارف الاماكن دي بيبقى المتوجد فيها يعني تجنبها على الاخر يعني خلاص بلاش تروحوا الاماكن اللي انتو كانت مشتركة ما بينكو لان انت ده يعني انت كدا مش هتقدر ان انت تنسي او مش هتقدر ان انت هيبقى دايما يعني دايما في بالك ودايما تجنبوا الاماكن المشتركة ما بينكو طيب لو الشخص ده بعتلك ما بيستش بلاش تقراها بلاش تفتحها خلاص يعني ملها دليل حتى من قبل ما تفتح بالعكس حاجة حلوة ان انت ميبانش قدامه ان انت قررتها او ان انت فتحتها. نقطة مهمة جدا برضو هي ان انت تشغل نفسك. تشغل نفسك يعني ما تسيبش نفسك فاضي في وقت كتير. حاولوا ان انتو تخرجوا. تشوفوا ناس جديدة. تعرفوا على ناس جديدة. مش تتعرفوا على ناس جديدة اللي انتو تحبوا ناس جديدة. بالعكس دايما ببقى شايفة انما تكون خارج من الارتباط ما فيهش ترتبط بحد على طول. قصد ان انتو اشغلوا نفسوكم مع اصدقائكم مع اصحابكم مع اهليكم مع رأيبكم. يعني حاولوا ان انتو تنسوه خالص وتشيروه من دماغكم. لو فيه هواية عندكم كنتو مبطلين هرجعوا معلوا الهواية دي. العبوا رياضة. روحوا الجم. اتفرجوا على حاجة بتحبوها. اتفرجوا على مونفيز. اي حاجة بتحبوها ايه هو نفسوكم فيها. اعملوا ضايت. حطوا قدامكم تارجت جديد. يبقى التارجت ده حاجة فيه باشن حاجة نفسوكم فيها. وحاولوا تركزوا جدا جدا في التارجت ده. يعني مثلا انت بنت تخينة او بنت مليانة بنت سمينة وعايزة تتخسي. خلاص اقولي ان انا لازم اخس و لازم اكون افضل. يعني خلوا الموضوع ان انتو سبتوا حد بتحبوه ده. يبقى طاقة ايجابية ان هي تدفعكوا للامام وتبقوا افضل واحسن وانجح. يعني ما تخلوهوش حاجة تشتوكوا تحت. بالعكس حايزاكوا تكونوا اكثر استقرارا اكثر نجاحا. شوفوا الحاجات اللي نفسوكوا تعملوها ابدأوا واشتغلوا فيها. نفسوكوا تتعلموا مهارة تتعلموا انجليزي تتعلموا يعني يعني اتعلموا مهارات تفتكوا في شغلوكو تفتكوا في حياتكو. بلاش ان انتو تبقوا قاعدين متنحين ومتعملوش اي حاجة اللي انتو قاعدين حزنين فقط لا غير. اكيد هي بتبقى حاجة انا عارفة ان هي حاجة حزينة وحاجة تدايق وحاجة تقهر. وكده كده كلكم هتعادوا بمرحلة اللي هو الصدمة. كلكم هتتصدموا وتعودوا تعياتوا وتزعلوا وتفتكروا الزكريات وتحاسوا ان انتو خلاص حياتكم انتهت. يعني كل الناس بتعدي بالمرحلة دي. تحاسوا ان انتو عمركم ما هتعوضوا الشخص ده ولا عمر حد هيجي تاني مكانه. بس سبحان الله ربانه يقول لو علمتم يعني رسول عليه الصلاة والسلام يقول لو علمتم ما في الغيب اللي اختارتم الواقع. يعني انت لو عرفت اللي هكان هيحصل لك اللي هتختار الواقع اللي هو انفصلك عن الشخص ده مهما ان حصل هو خير ليك وافضل ليك. كمان يا جماعة انتو تحاولوا ان انتو يعني بلاش بقى تعدوا تسمعوا اغاني حزينة وبلاش تعدوا تعيشوا نفسكوا جو الكئابة. انا بقول كلنا هنعدي فترة كده اسبوع لعشرة اسبوعين شهر بكتير وخلاص لازم بقى نخرج من الطاقة دي. وزي ما قلت الرياضة بتبقى حاجة مهمة جدا جدا. يبقى عندك فيه هدف. حط هدف في حياتك ان انت تخرج احباط بتاعتك ان انت تستجمع قواك ان انت توصل للهدف دوت. يعني خلي عندك اصرار وعزيمة ان انت تبقى افضل واخسن وبطل وكسن. زي ما قلت دول على حاجة كان نفسك تتعلمها من زمان وتعلمها. استغل الشعور بالحزن ده ان انت تحوله الطاقة ايجابية. دي هتبقى حاجة مفيدة جدا جدا وحاجة كويسة. يبقى خلونا نرجع تاني. اول حاجة ان انت تمسح اي حاجة ليه علاقة بالشخص ده. صور محادثات يعني بلاس تخليها قدامك عشان ما تفتكرونش ما تقعدش يستخدم في نفسك. بلاس تقعد تفكر وستسترجع ذكرياتك مع شخص ده سواء كانت حزينة او كويسة. على السوشيل ميديا. لو ما عملكش بلاك او ما عملكش سيبه عادي. بالعكس ممكن يبقى فيه قدر ان انتو ترجع لبعض. بس ما تبقاش على الحاجات بتاعته. بقاش كمان تعملو أو تبقى البوستات بتاعتك. البوستات معبرة عنه عشان ما يحسش انت عايب بقى بتبكي على الاطلال. بالعكس هو لازم يحس ان انت نسيته وبدأت تتكمل حياتك وان حياتك ماشا من غيره. عشان يحس ان هو فقدك. في فيديوهات كتير اللي عملتها ازاي تخيل الشخص اللي انت بعيدت عنه يندب هسيبها لكو هنا فوق على اليمين. بس انا بجد بزعل جدا من ملاقي الناس بتبقى خلاص حسن ان حياتها انتهت. مفيش حد. مفيش حد حياته هتمتهي عشان هو بعد عن حد يحبه او كمرتبط به او كمخطب له او متجوزه. بالعكس الحياة بتجوؤون. يعني. يعني لو ما كانش ده قدر ربنا سبحانه وتعالى كاتبهولنا. بس اقام حاجة ان دايما تكون عارف يعني ان ده الافضل ليك ومقتنع. وتبقى طاقتك مليانة ايجابية. يبقى حاسس ان اللي احسن ان ان اكيد ربنا هيعوضك ان اللي اكيد ربنا هيعمل لك الافضل والاخسن ان انت متعرفش الخير فين. متعرفش لكون انت كملت مع اصابت ان انا هيخصل. اشتغفر الله. انا لديك ماذا انا يتعرف ان انا لديها ناس جديدة. انا ستجح عليها فكانت مدرسة انا اقفل. يعني وماما بتجري وراه عشان هو اصلا دايما بيعمل ازعاج بليز يا جماعة حطوا الموضوع خلاصة السلام انت كمان حطوا الموضوع ده في دماغكم وبعتقسم يعني بيحصل معاه في الفيديوز وبيجات لانها حاجات مش طبعية شكرا و بليز يقولوا اذا كان الكلام ده يعني قولولي رأيكم وكل واحد يقولي هو قدر ينسى حبيبه والشخص اللي كان مرتبط به ازاي بس بجد خليكم اجابية وخليكم مقتنعين اللي جاي احسب ومحدش يعني محدش يخلي الطاقة الصلبية تتملك عليه عملو حاجة مفيدة ومتجيبوش سرط الشخص ده مع اي حاج مسترك متسألوش عنه يعني انسوه بجد بليز ما بلاش تحطوا بوست بتدل على الشخص ده يعني بلاش بوستاتكو او يعني الحاجات على تواصل وتجتمعها تبقى حاجة كأنك مكتئب وزعلان وحزين كأن حياتك انتهت شكرا حسنا رأيكم وقولولي بتفرجوا علينا فين وانت برج ايه وعندوكو كام سنة وعايز اسمع رأيكم شكرا مع السلامة وابليز تعملوا لايك لفيديو شتركوا في القناة وشتركوا في قناة القناة هي هو بالعربي بالانجلس وقولولي انتو بتدايقوا من عمر ولا لا باي باي